أجيال وراء أجيال مقبوض عليها من إبليس لأن عليها الدين فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي هو زا قد غلب الأسد هو زا قد غلب الأسد الذي من صبت يهوزة أصل داود يفتح السف ويفك ختومه السبعة هو زا قد غلب الأسد وفي رؤية ستة يقول فنظرته في عدد اتنين وإزفرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب قد غلب أجيال وراء أجيال مقبوض عليها من إبليس لأن عليها الدين ولا أحد يستطيع أن يدفع الدين ويسدد الدين إلى أنا أقل أن أتى مسيحنا أخذ الذي لنا أعطانا الذي له الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا ودفع الصق مصق الصق اللي علينا قد غلب وبقى يقدر بسلطان لهوته أنه يكسر هذه المتريس ويحرر كل النفوس السؤال اللي أنا عايز أسأله لك روح الله يسأله لي وليك يقوليك إيه الفايدة اللي أتقودها من الإيامة طب أوكي المسيح نزل كرز الذين هم في الجحيم في الهوية العليا وحررهم وطلع بهم الفردوس وكان معاه اللص اليمين أو الواحد دخل الفردوس أنه خدوا من بره بره يعني اللص ما نزلش وطلع لا خدوا من بره بره عشان قال لي اليوم تكونوا معي في الفردوس خدوا معاه على طول معاه اللي تفكوا إنت وإنت وأنا أنا استفدت إيه أنا إيه اللي حاسس به إيه هقول لك حقيقة وحدة خلي بالك منها هذه الغلبة لحسابك هذه النصرة لحسابك عندك رصيد نصرة على إبليس رئيس هذا العالم الشيطان كان مقيد فكرك وإرادتك وسلوكك ومشاعرك وأهدافك بموت المسيح الصليب وبقيمته وبتفكيك كل القيود صار ليك نصرة عليه وتسمع الآية وإله السلام حق الشيطان تحت أرجلكم سريعا هذا كلام الكتاب بقى ليك نصرة ليك غلبة هذه الغلبة لحسابك لغاية الأبدية كلما تحب تبقى تحس كلما تحب تعيش نصرة خد من الغلبة على الصليب واغلب ترجمة نانسي قنقر